هو جو بايدن الرئيس الذي سيقترن اسمه بالإبادة الجماعية في غزة يعلن هنا مقترحاً لوقف الحرب يستفد منه انتخابياً وينسب إلى نفسه الفضل في وقف مذبحة شاركت بلاده في صنعها تمويلاً وتسليحاً ودعماً مستمراً لكن مهلاً هل توقف الزمن لدى الرئيس الأمريكي؟ هل لا يزال عالقاً وإدارته؟ في فرضيات ظللت اتفاق أوسل سابقاً وباتت اليوم طرحاً أمريكياً مستحيلاً هي أسئلة مشروعة قد يطرحها أي مراقب للسياسة الأمريكية تجاه تل أبيب أسئلة يلخصها مقال لفورين بوليسي ركز على الافتراضات الخاطئة والسيئة التي تبنى عليها السياسات الأمريكية تجاه إسرائيل والشرق الأوسط جعلتها عالقة في تسعينيات القرن الماضي بحسب المقال الولايات المتحدة لم تعد ترصد المتغيرات في العالم وتتعامل مع إسرائيل التي لم تعد موجودة وتبني أهدافها على افتراضات سيئة آخرها التعويل الخاطئ على الوزير بني جانتس في وجه رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو ولكن المسألة أبعد من الخصومة الشخصية مع نتنياهو والثقة بخصومه كما طرحها المقال إنها على الأرجح في العقل الأمريكي الذي يعيش نكراناً وما يشبه النوستالجيا في كل ما يخص إسرائيل وإن أصبحت الأخيرة عبءاً حقيقياً على مستقبل الولايات المتحدة المشكلة الأمريكية الحقيقية تكمن أيضاً في السياسة الخارجية التي تدير مختلف الصراعات في العالم بعقلية متشابهة ولعل العدوانية الأمريكية في مواجهة روسيا في أوكرانيا مشابهة للأداء تجاه الإبادة في غزة حيث يظهر أنه لا مشكلة لدى واشنطن في إيصال العالم إلى شفير حرب عالمية إن كان الهدف التفرد في إدارته منطق عفى عليه الزمن تقابله واقعية يتعامل بها خصومها كالصين وروسيا وإيران مع توازنات المشهد العالمي ووقائعه الجديدة موسيقى